الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين إن جاءكم فاسق بنبأ مر الكلام في هذا لا أريد أن أكرره وقلت لكم في أقصى الحالات لو أن للآية مفهوما وهو إذا جاءكم الثقة فاقبلوا خبر لو أن للآية مفهوما بهذه الصيغة فإن المفهوم هذا سيتساقط إذا ما نظرنا إلى أسباب النزول أسباب نزول الآية وكذلك سيتساقط هذا المفهوم إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما جاء في سورة هود في قصة نوح النبي مع ولده الذي ذهب هالكاً مع المغرقين لما قال نوح ربي إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق فإن نوحاً قد أخذ وعداً من الله أن ينجو أهله الصالحون فهو يقيم ولده الذي ذهب مع المغرقين يقيمه بأنه كان صالحاً كان من أهله الصالحين إن نبني من أهلي فماذا جاء الجواب من الله يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين معلوماتك الرجالية ما هي بعلم وإذا أردت أن تعتمد عليها ستكون من الجاهلين يا نوح إنه ليس من أهلك تقييمك الرجالي لابنك هذا ليس صحيحاً إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم أنت في تقييمك الرجالي هذا لست عالماً هذا التقييم ما هو من العلم إني أعظك أن تكون من الجاهلين إلى آخر ما جاء في هذه الآيات وكذلك ما جاء في سورة الأعراف بخصوص قوم موسى الذين اختارهم كي يذهبوا معه إلى الميقات فقوم موسى كانوا سبعين ألف فالترهم لقد قام بعملية تحقيق حسي وليس حدثياً وليس حدثياً كما يفعل محمد رضا السستاني وأبوه والخوء والبقية الباقية غاية ما يقوم به الرجاليون أن يحققوا تحقيقاً وفقاً لطريقة الشوافع أو وفقاً لطريقة المستشرقين بنحو حدثي نوح النبي كانت معرفته بابنه حسية وموسى النبي قام بتحقيق حسي فالتر من سبعين ألف فالتر سبعة آلاف ثم فالتر السبعة آلاف فأخرج منهم سبعمائة سبعمائة ومن السبعمائة أخرج سبعين ولم يكن تقييمه موفقاً في السبعين جميعاً من أولهم إلى آخرهم ولذا أخذتهم الرجفة وأهلكهم الله سبحانه وتعالى في الميقات بسبب ضلالهم وبسبب غدرهم بنبيهم موسى إذا جمعنا هذه المعطيات مع الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات فلا يبقى لعلم الرجال من موضع في دين محمد وآل محمد لابد أن يلغى وسيتساقط المفهوم في هذه الجملة إن جاءكم فاسق بنبأ سيتساقط المفهوم إن كان موجوداً وهو لا وجود له أساساً فتبدأ الجملة الثانية التي تتفرع على الجملة السابقة يا أيها الذين آمنوا خطاب للذين آمنوا بدين محمد وآل محمد إن جاءكم فاسق بنبأ انتهت هذه الجملة وبدأت جملة جديدة تتفرع عليها فتبينوا هذه الفاء فاء تفريعية تتفرع على الجملة الأولى فتبينوا هذا أمر بالتبين بالتحقق بالتأكد فتبينوا هذه الجملة لها مفهوم ومفهوم واضح هذه الجملة لها مفهوم ما هو مفهومها مفهومها لا تهملوا حديثاً من الأحاديث عليكم أن تهتموا بكل الأحاديث لا ترفضوا حديثاً من الأحاديث بسبب راويه عليكم أن تتبينوا المفهوم هنا أقوى من المنطوق قد تقولون وهل يمكن هذا يمكن هذا هذه القضية يحددها المتكلم فبإمكانه أن يجعل الأمر الأهم في مفهوم كلامه لا في منطوقه وهذا يفهم من القرائن ويفهم أيضاً مما يدل عليه المنطوق وما يدل عليه المفهوم سأضرب لكم مثالاً إذا قلت لشخص أنا قد كلفته كأن أقول لولدي مثلاً قد كلفته بشيء وهذا الشيء لن يتحقق إلا أن يسافر إلى بلد آخر مثلاً مثلاً في أيامنا هذه في أيام جائحة الكورونا وحيث هناك صعوبات في السفر فأقول له اذهب إلى المطار اذهب إلى المطار فإذا منعوك من السفر فارجع إلى البيت هذا هو المنطوق المفهوم ما هو يعني إذا لم يمنعوك من السفر فلابد أن تسافر لأن الأمر المهم الذي أريد منك أن تقوم به لا يتحقق إلا بالسفر المنطوق المنطوق هنا بحسب القرائن وبحسب دلالة كلام المتكلم هو أقل أهمية من المفهوم بينما في الآية إن جاءكم فاسق بنبأ في هذه الجملة المنطوق هو الأهم لماذا إذا نظرنا إلى أسباب النزول في قضية عائشة وقد قذفت مارية أم إبراهيم وفي قضية الوليد ابن عقبة فإن الواقعتين تجتملان على موضوعين مهمين العنوان الأبرز في هذين الموضوعين الكذب والإفتراء ومن هنا فإن دلالة المنطوق هي المقدمة وليس هناك من مفهوم ولو كان هناك من مفهوم فعلى أرض الواقع سيتعارض تطبيق المفهوم مع تطبيق المنطوق وسيتساقط المنطوق أما إذا جمعنا ما جاء في قصة نوح وابنه وما جاء في قصة موسى واختياره لسبعين من قومه إذا جمعنا بين هذه المعطيات وبين معطيات أخرى فلا وجود للمفهوم في هذه الجملة إن جاءكم فاسق بنبأ بينما في جملة فتبينوا فإن المفهوم هنا أقوى من المنطوق لماذا؟ لأن المفهوم مقدمة للمنطوق فعينئذ لا بد أن يكون مقدما لا صلاة إلا بطهور هل تستطيع أن تصلي من دون مقدمة الصلاة وهي الطهور وهكذا كل شيء له مقدمة ذو المقدمة لا بد أن تتقدم عليه المقدمة حتى نستطيع أن نحقق ذا المقدمة فتبينوا مقدمة التبين أن نلتزم بعدم رد الروايات بعدم رد الأحاديث وهذا حكم شرعي لأن التبين هنا في الآية واجب ومقدمة الواجب واجبة لا بد أن نأتي بها فكيف ننفذ التبين لا بد أن نلتزم بعدم إهمال الأحاديث بعدم رد الروايات من أي أحد ولو كان فاسقا حقيقيا بحكم الله وهذا سيسقط علم الرجال بالمطلق بالمطلق فتبينوا هذا أمر واجب يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تأكدوا من مضمونه مقدمة هذا ما هي مقدمة هذا يجب علينا أن لا نرد الأخبار يجب علينا أن نستقبل الأخبار فإذا كانت من فاسق حقيقية فعلينا أن نتبين المضمون بحسب الآية فإذا كانت من مجهول كذلك نتبين المضامين بل لو كانت من أوثق الثقات إذا لم نكن متأكدين من دقته في النقل هو موثوق من حيث هو من حيث نفسه ولكننا لسنا متأكدين من دقة نقله فعلينا أن نتبين المضامين وأكثر رواة أحاديثنا مجاهيل الممدوحون قليلون المقدوحون قليلون في كتب الرجال أكثر رواة الأحاديث مجاهيل ومن هنا يلتقي الجانب العملي مع الجانب النظري مع هذا الحكم الشرعي فلا يبقى لعلم الرجال من فائدة بل كل هذه التفاصيل تثبت أن علم الرجال مضر يوصلنا إلى النتائج الفاسدة وهذا هو السبب في ضلال مراجع النجف وكربلاء تفاسيرهم خائبة عقائدهم ضالة فتواهم مجانبة للصواب السبب هو هذا أنهم صنعوا لأنفسهم منهجا اقتداء بالنواصب وتركوا منهج القرآن منهج القرآن هو هذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا يجوز لكم أن تردوا خبرا نحن لا نتحدث هنا عن أخبار في عالم السياسة نحن نتحدث عن أخبار الدين أخبار الدين لا يجوز ردها حتى لو كانت من فاسق وإنما يجب علينا أن نتبينها هذا التبين يتوقف على علمين أساسيين القرآن المفسر بتفسيره والحديث المفهم بتفهيمه هناك حزمة من العلوم والمعارف ترتبط بهذين العمودين الأساسيين وقد تحدثت عن هذا لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية إذن فالآية هنا فتبين مفهومها مطلوب قبل منطوقها لماذا لأن مفهومها مقدمة لمنطوقها كيف نتبين المضمونة ونحن نرفض الخبر إذن المقدمة يجب علينا أن نأخذ بالأخبار كلها وعلينا أن نتبينها هذا حكم شرعي واضح وهذا الحكم الشرعي يترتب عليه حكم آخر من أنه لا يجوز الاعتماد على علم الرجال القضية واضحة لا يجوز الاعتماد على علم الرجال هذا قرآن قرآن واضح دقق النظر في هذه التفاصيل فإذا كان لا يجوز العمل بعلم الرجال هذا يعني أن جميع فتاوى مراجع النجف وكربلاء لا قيمة لها هذه فتاوى باطلة لأنها أسست على علم لا يجوز العمل به أنا لا أتحدث عن روايات أو أحاديث أنا أحدثكم عن قرآن الآية واضحة فتبين هذا أمر نحن لا نتحدث هنا عن أخبار السياسة أو أوضاع المجتمع في حالاته الاقتصادية أو الثقافية أو غير ذلك نحن نتحدث هنا عن أخبار الدين أخبار الدين أحاديث محمد وآل محمد لا يجوز ردها بأي وجه من الوجوه لا نفهمها علينا أن نضعها جانبا إلا إذا ثبت عندنا الدليل من أنها أخبار كاذبة هذا موضوع آخر ولكن إذا لم يكن بأيدينا دليل على ذلك لا يجوز لنا أن نرد الأخبار لأن الذي نقلها فاسق أو أن الذي نقلها مجهول لا يجوز لنا ذلك هذا أمر صريح فتبين 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 أن تصيب قوما بجهالة حينما نرد أخبارهم سنصيبهم سنصيب محمدا وآل محمد بجهالة مثلما وقع مراجع النجف في ذلك حينما يتحدث طوسي عن أن محمدا وآل محمد ينسون ويسهون إلى الحد الذي لا تكون عقولهم مختلة ومن أنهم ينسون كثيرا من متصرفاتهم ومن أنهم ينسون كثيرا مما جرى عليهم في سالف الزمان ما هذا الكلام مر علينا وقرأته عليكم في الحلقات المتقدمة من تفسيره التبيان وكذاك الخوئ حينما يتحدث عن سهو المعصوم ونسيانه المساحة عنده أوسع من مساحة الطوسي ومر كل الكلام هذا علينا حينما يأتي محمد حسيان كاشف الغطاء وهو يتحدث عن الزهراء حيث يخرجها عن حدود الآداب في كتابه جنة المأوى وقد قرأت ذلك عليكم وحينما يأتي محمد باقر الصدر ويصف الزهراء من أنها قد فشلت في ثورتها وفشلت في مشروعها ويبرر ذلك من أن أبا بكر كان أذكى منها إلى قائمة طويلة من هذا الضلال من كبار مراجع الشيعة لماذا وقعوا في هذا وقعوا في هذا لأنهم اعتمدوا علم الرجال وهو حرام حرام الاعتماد عليه ولذا حينما اعتمدوا عليه أصابوا محمدا وآل محمد بجهالته الآية واضحة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا تَبَيَّنُوا أَمْرٌ بِالتَّبَيَّنُوا هذا المنطوق المفهوم ما هو المفهوم مقدمة لهذا التبين فتبينوا يعني أن لا ترفضوا الأحادي وإنما عليكم أن تتأكدوا من مضمونها بعد أن تتأكدوا من مضمونها يتشكل موقفكم حينئذ أما من البداية لأن السند ضعيف لا يجوز هذا لا يجوز هذا الآية لا توجهنا إلى الأسانيد توجهنا إلى المتون وهي واضحة في حرمة العمل بعلم الرجال لأن العمل بعلم الرجال سيؤدي إلى هذه النتيجة أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أصلا هؤلاء ليسوا نادمين موقفهم أسوأ مراجع النجف وكربلاء أصابوا محمدا وآل محمد بجهالتهم وهم يصرون على ضلالهم ليسوا نادمين حالتهم أسوأ مما تتحدث عنه الآية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جاءكم فاسق بنبأ فماذا يجري هل نرفض خبرة لأن سند ضعيف القرآن يقول فتبينوا هذا التبين له مقدمة المقدمة يجب علينا أن نأخذ الأخبار كلها وبعد ذلك نقوم بعملية التبين فهذه الجملة المتفرعة على الجملة السابقة فتبين مفهومها مقدم على منطوقها لأننا لن نستطيع أن نتبين ما لم نتمسك بهذه الأحاديث حتى نفحصها ومن هنا فإن العمل بالعلوم التي نحتاجها في التبين سيكون واجبا وإذا كان العمل بها سيكون واجبا إذن دراستها واجبة دراستها واجبة إذا أردت أن تكون عارفا بأحاديثهم يجب عليك أن تدرس العلوم التي تحتاجها في التبين الموجود في حوزة النجف وكربلاء ما هو كل الذي يدرس فيها بعكس هذا كل الذي يدرس فيها لأجل السنة وليس لأجل المتن لأجل السنة مجرد أن يقال هذا السند ضعيف يسقطون الرواية يقضون عليها وهكذا دمروا دين محمد وآل محمد وأسسوا دينا جديدا معتمدا على علوم يحرم العمل بها يحرم العمل بها علوم محرمة لا يجوز العمل بها يجوز أن نتعلمها لكي نعرف ضلال النواصب يجوز أن نتعلمها كي نستطيع أن نكون على إحاطة علمية بكل ما يقال لكن إذا كنا نتعلمها لأجل أن نعمل بها لا يجوز لنا أن نتعلمها وإذا ما تعلمناها فلا يجوز لنا أن نعمل بها هذه تفاصيل الآية وأعتقد أنها واضحة جدا فهذا الكتاب قبسات من علم الرجال لمحمد رضا السستاني مع سائر كتب الرجال الأخرى في المكتبة الشيعية لابد لابد أن ترمى في المزبلة لابد أن تحرق هذه الكتب هؤلاء ما هم بفقهاء وفاقدوا الشيء لا يعطيه فكيف يعطونكم فقه هؤلاء يعطونكم فقه إبليسيا فقه شيطانيا قذرا هذه هي الحقيقة من الآخر أنا لا أحدثكم بكلام من الروايات هذا قرآن وبإمكانكم أن تتدبر فيه الآية محكمة وواضحة وصريحة والمطالب التي ذكرتها تأتي موافقة للغة والبلاغة وتأتي موافقة للعقل السليمي وتأتي موافقة لأحاديثهم ورواياتهم وتأتي موافقة للواقع العملي فليس من المنطقي أن الأئمة يأمروننا بحفظ حديثهم وبنشر حديثهم وأكثر حديثهم يكون ضعيفا ليس منطقيا هذا إنهم حينما يتحدثون عن حديثهم يذكرون حديثهم من دون أن يشددوا علينا أن ننظر في الأسانيد إنهم لا يشددون علينا في ذلك لأنهم مطمئنون أن الأحاديث التي هي في كتب الشيعة والتي التي ستصل إلينا هي أحاديثهم وإذا كان فيها من خلل فهم مطمئنون على شيعتهم لأنهم وضعوا برنامجا للحماية الذاتية وهو برنامج المعاريط برنامج لحن القول وضعوه في أحاديثهم فهم مطمئنون على شيعتهم بحسب ما صنعوا لهم القرآن واضح وصريح أنا أقول للصغار من الحوزويين أدرك أنفسكم لا تحدث مع أولئك الكبار الكبار من أصحاب العمائم الكبيرة هؤلاء قضيتهم منتهية لقد دخل الشيطان فيهم وهم فنوا في الشيطان هذه كائنات قد فنت في الشيطان لا مجال لها أن تعود إلى طريق الحق سيبقون على ضلالهم هذا حتى يموتوا والأيام بيننا هؤلاء لن يعود إلى طريق الهدى سيبقون على ضلالهم هذا مشكلة التقييم هي مشكلة الإنسان إذا ذهبنا إلى سورة الأعراف وإلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة سبحانه وتعالى يقول لإبليس في واقعة السجود لأبينا آدم قال قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك ما هو المانع الذي منعك يا إبليس قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك فماذا أجاب إبليس قال أنا خير منه مشكلة التقييم هي التي جعلت إبليس ملعونة قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أئمتنا يحدثوننا عن غباء إبليس يقولون فإن الطين أشرف من النار لماذا القرآن يبين هذه الحقيقة في سورة ياسين في الآية الثامنة والسبعين بعد البسملة والتي بعدها من سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الشجر خرج من الطين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا ما الذي يخرج من الشجر الأخضر الأكسجين الأكسجين هو الذي يخرج من الشجر الأخضر عملية التمثيل الغذائي في النباتات في الأشجار هي التي تولد الأكسجين وهناك للموضوع تفصيل هذه جنبة في حاشية الموضوع الحديث ليس في مضمون الآية وإنما كان الكلام عن إبليس وعن خطأه في التقييم مشكلة إبليس في التقييم في التقييم الرجالي قيم آدم بشكل خاطئ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون فالنار من الشجر الأخضر وشجر الأخضر من الطين وآدم من طين فآدم هو المقدم رتبة قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين خطأ في التقييم في التقييم الرجالي فآدم رجل وإبليس أخطأ في تقييم هذا الرجل وإبليس أيضا هو رجل بالنسبة إلى قومه إلى قومه من الجن فإبليس من الجن بصريح القرآن إن إبليس كان من الجن مشكلة أبينا آدم في التقييم أيضا في السورة نفسها في سورة الأعراف في الآية العشرين بعد البسملة من سورة الأعراف وما بعدها وقال ما نهاكما ربكما هذا كلام إبليس مع أبينا آدم وأمنا حوى في مرحلة غوايتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما قاسمهما لقد حلف يمينا لقد أقسم قسما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين دقيق النظر معي وقال ما نهاكما ربكما إنه إبليس يتحدث مع أبينا وأمنا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين والخالدون هم محمد وآل محمد هم الخالدون فالخالدون لا هم من الجن ولا هم من الملائكة ولا هم من البشر بمنزلة آدم هؤلاء لهم منزلة عالية إنهم محمد وآل محمد ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين رواية جميلة في تفسير القم الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة الثانية والأربعين عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة فالرواية طويلة فبقي آدم أربعين صباحا ساجدا يبكي على الجنة بعدما أنزل إلى الأرض فبقي آدم أربعين صباحا ساجدا يبكي على الجنة فنزل عليه جبرايل فقال يا آدم ألم يخلق الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته قال بلى قال وأمرك ألا تأكل من الشجرة فلما عصيته قال يا جبرايل إن إبليس حلف لي بالله إنه لي ناصح وما ظننت أن خلقا يخلقه الله يحلف بالله كاذبة خطأ في التقييم خطأ في التقييم وكان الذي كان مشكلة إبليس خطأ في التقييم في التقييم الرجال ومشكلة أبينا آدم خطأ في التقييم وضع له قاعدة هذه القاعدة جاء بها من عند نفسه من أن الذي يحلف بالله لن يكون كاذبا هكذا يصنع الرجاليون يصنعون القواعد من عند أنفسهم وإبليس أيضا صنع له قاعدة وهي قاعدة القياس فقايس بين أصل خلقه وبين أصل خلق آدم بينما أصل خلق آدم أشرف بكثير من أصل خلق إبليس لأن إبليس خلق من النار والنار من الشجر الأخضر والشجر الأخضر من الطين فأصل خلقه أبينا آدم أشرف وأعلى منزلة من أصل خلقه إبليس فإبليس وضع قاعدة القياس وآدم وضع قاعدة الحلف واليمين أخطأ إبليس في التقييم وكان الذي كان وأخطأ أبونا آدم في التقييم وكان الذي كان مشكلتنا بدأت من علم الرجال فلماذا نعود إليها كل التحريف في ديننا جاءنا من هنا من علم الرجال من هذا العلم الشيطاني القذر كل المشكلة من هنا بدأت وهنا تنتهي هذه القضية أخذت مأخذا كبيرا من أبينا آدم في تفسير العياش وهذا الجزء الثاني وطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 13 إنه الحديث العاشر حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة من في بداية الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أن موسى موسى النبي سأل ربه أن يجمع بينه وبين أبيه آدم حيث عرج إلى السماء لما عرج موسى إلى السماء في أمر الصلاة في أمر الصلاة الواجبة على بني إسرائيل ففعل ففعل الله أن جمع بين موسى وأبيه آدم فقال له موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته إنه السؤال الذي سأله جبرئيل وأباح لك جنته وأسكنك جواره وكلمك قبلا قبلا أي كنت في جهة مواجهة ومقابلة له وفي ذلك دلالة على القرب ثم نهاك عن شجرة واحدة فلم تصبر عنها حتى أهبط إلى الأرض بسببها فلم تستطع أن تضبط نفسك عنها حتى أغراك إبليس فأطعت فأنت الذي أخرجتنا من الجنة بمعصيتك فقال له آدم أرفق بأبيك إلى أن قال له وحلف لي بالله كاذبا إبليس إلى أن قال له وحلف لي بالله كاذبا أنه لمن الناصحين ولم أظن يا موسى أن أحدا يحلف بالله كاذبا فوثقت بيمينه فهذا عذري مشكلة التقييم مشكلة التقييم التي جرت على إبليس ما جرت عليه وجرت على أبينا آدم ما جرت عليه مشكلة التقييم مشكلة التقييم هذه هي التي جرت على الشيعة ما جرت عليهم بسبب تقييم مراجعهم لرواة الحديث من دون أدلة بالضبط كما فعل إبليس وبالضبط كما فعل أبونا آدم من دون أدلة إبليس فضل نفسه على أبينها آدم من دون دليلين وإنما حراء من عند نفسه وأبونا آدم كذلك صدق إبليس بقاعدة هراء من عند نفسه وضع قاعدة من أن الذي يحلف بالله لا بد أن يكون صادقا من أين جئت بهذه القاعدة يا أبانا من أين جئت بها من عند نفسه هذه مشكلة الإنسان فنحن نتحدث هنا عن أبينا آدم الإنسان عن أبينا آدم البشر آدم النبي حينما نزل إلى الأرض ورجع تائباً بالأسماء الخمسة الشريفة بعد ذلك شرفه الرجوع إلى محمد وآل محمد شرفه ذلك الرجوع أن صار نبياً فآدم من عند نفسه جاء بهذه القاعدة التقييمية وكان الذي كان القرآن مشحون بهذه الحقائق وأنا لا أريد أن أسهب في هذه التفاصيل قصة يوسف واضحة في هذا الاتجاه قصة يوسف واضحة وواضحة جداً في هذا الاتجاه حينما اتهموه بالسرقة ورتبوا الأثر على اتهامه بالسرقة القرآن مشحون بالوقائع وما كان سارقة ما كان يوسف سارقة وإنما اتهم زوراً بالسرقة أنا لا أتحدث عن اتهامات أهل مصر أنا أتحدث عن اتهامات أسرته عن اتهامات عائلته له اتهم زوراً وأبوه يعقوب رتب على ذلك حكماً وحكم عليه أن يكون في بيت عمته التفاصيل كثيرة في القرآن التي حدثتنا عن ما جرى في سيرة الأنبياء وفي حياتهم هذه الأمثلة وهذه الوقائع وهذا القصص إن ما جاء في القرآن كي نعتبر به لا أن نتسلى به فهذه الوقائع ليست للتسلية وإنما للاعتبار وهذا أمر رباني القرآن يأمرنا أن نعتبر بهذه الوقائع مشكلة مشكلة إبليس في التقييم الرجالي ومشكلة أبينا آدم في التقييم الرجالي ومن هنا يحرم العمل بعلم الرجال العمل بعلم الرجال حرام 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 لا يجوز العمل به هؤلاء ضحكوا علينا ضحكوا علينا وكنا نتوقع أن علم الرجال من علوم أهل البيت لكن الحقائق أثبتت غير ذلك هذا علم شيطاني لا يجوز العمل به ولا يجوز أن يتعلمه الإنسان لأجل أن يعمل به يجوز له أن يتعلمه كي يطلع على أساليب النواصب وأساليب الشيطان في تدمير الدين لحماية الدين أما أن يتعلمه كي يعلمه الآخرين ليعملوا به لا يجوز ذلك هذا علم لا يجوز شرعا أن نعمل به القرآن بكل تفاصيله يقول بذلك نذهب إلى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله في ذاك قال قول الله عز وجل ولنبلون يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمراء وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم والجوع بغلى أسعارهم ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل ونقص من الأنفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال لي يا محمد هذا تأويله إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هكذا تقول الباحثة في اطروحة الدكتورة هذه عن محمد رضا السيستاني فبناء الحكم التصديقي عنده قائم على بناء الرؤية التصورية الدقيقة فأيهت رؤية تصورية دقيقة تبنى على علم باطل لا حقيقة له أية رؤية رؤية تصورية دقيقة هذه هذا الباطل يقود إلى الباطل وهذا الضلال يقود إلى الضلال وهذا هو الذي وصلت إليه حوزة الطوسي منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين حين أسس الطوسي المشؤوم هذه الحوزة المشؤومة اللعينة البغيضة فجاءتنا بكل الضلال السبب هو هذا النتائج تتبع المقدمات المقدمات الضالة تؤدي إلى نتيجة ضالة المقدمات الخطأ تؤدي إلى النتيجة الخطأ المقدمات السفيهة تؤدي إلى النتيجة السفيهة هذه هي الحقيقة التي عايشتها الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا ويبدو أن الأمر سيستمر في قادم الأيام أذهب إلى الصفحة مئتين واثنعش الخاتمة ونتائج البحث أقرأ منها على سبيل المثال ثانيا اعتنى السيد محمد رضا السستاني في في الاهتمام بنسبة الكتب الرجالية إلى أصحابها مؤسسا لذلك مبنى مفاده أنه لا يمكن الاعتماد على توثيقات وتضعيفات ذلك الرجالي ما لم يقطع بنسبة الكتاب إلى مؤلفه وكيف يقطع بذلك هو الطريق مقطوع فيما بينه وبين أصحاب هذه الكتب والكتب قد تعرضت لتحريف هذا إذا سلمنا أن علما صحيحا يقال له علم الرجال وإذا سلمنا أن الذين كتبوا هذه الكتب هم من أصحاب الخبرة في علم الرجال لابد أن نسلم بمجموعة مقدمات حتى نقول بعد ذلك أين هو الطريق الواصل بين محمد رضا السيستاني وهذه الكتب وأصحاب هذه الكتب وكل ذلك ليس موجودا هذه الطريقة الاستشراقية بالضبط اعتنى السيد محمد رضا السيستاني في الاهتمام بنسبة الكتب الرجالية إلى أصحابها ليس عنده من طريقة للوصول إلى هذه النتيجة التي هو يعتقد بها ليست مطابقة للواقع ليس له من طريق إلا أن يعتمد على طريقة المستشرقين في التحقيق وهذا هو الذي قام به فكتابه هذا قبسات من علم الرجال كل الذي فيه وصل إليه إما من خلال أسلوب الشافعي في التحقيق أو من خلال أسلوب المستشرقين في التحقيق وهنا تتحدث الباحثة في أطروحتها عن اعتماد محمد رضا السيستاني على منهجية المستشرقين في التحقيق وإلا كيف يستطيع أن يصل إلى هذه النتائج التي هو يطمئن إليها بحسبه اعتنى السيد محمد رضا السيستاني في الاهتمام بنسبة الكتب الرجالية إلى أصحابها مؤسسا لذلك مبنى مفاده هذا مبنى أسسه من عند نفسه مثل ما أسس إبليس مبنى من عند نفسه وفضل نفسه على أبينا آدم ومثل ما أسس أبونا آدم مبنى من عند نفسه وخرج بذلك المبنى من الجنة فإبليس لعن وآدم خرج من الجنة هذه المباني الرجالية التي جاء بها إبليس وهو قطعا أذكى من محمد رضا السستاني وكذلك أبونا آدم قطعا هو أذكى من محمد رضا السستاني ومن بقية الرجاليين من مراجع الشيعة من الذين ماتوا من الأحياء من الذين سيأتون إبليس أذكى منهم إبليس يعلم الخير كله ويعلم الشر كله ولذلك هو ينهى عن كل خير ويأمر بكل شر أما هؤلاء فهم لا يعرفون الخير كله ولا يعرفون الشر كله لو كانوا يعرفون الخير كله لما نقضوا باعة الغدير لو كانوا يعرفون الخير كله لما أنكروا أكثر أحاديث أهل البيت لو كانوا يعرفون الشر كله لما ألقوا بأنفسهم في أحضان أعداء فاطمة في أحضان سقيفة بني ساعدة هذه الأقوال أقولها مبنية على حسن الظن بهم على أنهم حمير أما إذا كانوا شياطين فإن الكلام سيكون بشكل آخر سيتخذ أبعاد أخرى اعتنى السيد محمد رضا السيستاني في الاهتمام بنسبة الكتب الرجالية إلى أصحابها مؤسسا لذلك مبنى مفاده أنه لا يمكن الاعتماد على توثيقات وتضعيفات ذلك الرجالي ما لم يقطع هو أو ما لم يقطع بنسبة الكتاب إلى مؤلفه ما لم يقطع هو محمد رضا السيستاني أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا فيما يرتبط بعلم الرجال وموقف القرآن من علم الرجال وما يرتبط بمحمد رضا السيستاني واعتماده على منهجية الشافعي في بعض جهات بحثه وعلى منهجية المستشرقين في جهات أخرى من بحثه وتأليفه ودرسه نذهب إلى فاصل